المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يا أمني بشي الكابك يا أمني بشي يا إلهي يا إلهي المترجم للقناة سبع سنوات ما شلت لا تستهيم سبع سنوات أحمد عمر طفل توا طرع من الدنيا حين يدفتتان في جائز وأنا ما شلت كاف خير والله أنا ممتسيط يزيل حسب الغذرة 10 سنة ما تحفظ منطقي أو توسط وفي هذا موجود تبيني أحلقة والله في عمري ما حلكت في عمري كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بعد أيها الأخوة الكرام اليوم عندنا تحدي ياما أنا بشيل الكاب ياما أنا بحلك شني بي واحد خلصنا منه سالة التحدي بداية في مقطع رايد ما يحتاجون تخل بتفاصيله ولكن نزل التحدي الآن إلا تتعرفوا يا جمعة الخير أنا خائف من أكبر شي أني أدخل الستة مليون وأنا بدون شنب فما في ردة تفعل أنا بطلق لكم طلب وأنتو هدفوا إذا شفتوا الوضع عندنا بداية بقناع والله بقناع رد تفعل بقناع أما إذا فوزنا اشتكف الاشتراك والله أنا بي أفرد معه هذا وقت حقا أبغى جنبي هذا بدون كان أتسنى ملايك والاشتراك نسمي بالله أبنوا اتفضل لا الله ما أنا راحي مقدم التحدي وبيش راح لكم الآن أهلا سهلا سلام عليكم سيد الحمد سلام عليكم سيد رائعي سلام عليكم كل بساطة هيا ما راح أخص كل بساطة هيا ما راح أخص أبس ألك سؤال إذا جاوبته تاخد نقطة نعرف إذا ما جاوبته ما تاخد ولا نقطة تجيني النقطة هذه الجولة الأولى لا ما تجيك إذا ما جاوبته خلاص ما تجنب يسأل بسؤال ثاني سؤال ممتاز ممتاز كم نقطة نفوز يحق لكل واحد منكم يسأل السؤال ثم بعدهم نفس الجولة الجولة الثالثة أنا بسألكم الرابعة طيب معناته إذا بجيب نقطة هنا لازم أجاوب على السؤال اللي يجيني سؤال مهما كان لازم تجاوب إذا أنت ما جبت إيوتي رجت للوضوع أنا مجهز السؤال و أنا مجهز السؤال إذا كنسلت السؤال ماشي الكتب لا لا ما زي ما قلنا ما في كتب المقطع بدون كتب يا جماعة لأي سؤال إذا قلت كتب معناه فالنقطة راحت منتك تحجب صوت النقطة راحت منك خلاص عشان توضيح لا 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 رايد اللعبة نانا صدقوا بس عشان توضيح أنا مسوي مسارين للأسئلة ويست مسوي مسارين كل شخص يقدر يختار المسار حق الأسئلة حقتها عشان ما يكون فيه تحيز ولا أنه فلان مساعدة فلان يا جماعة بس عشان أعطي المواضح والله العظيم ما عطيت خبر لا رايد ولا أحمد عن الأسئلة المكتوبة ممتاز ممتاز فيه مسارين ألف وبا ايه اختر انت يا مسار ألف أو مسار با ألف عنده أسئلة وبا عنده أسئلة ممتاز كلهم نفس القوة كلهم أسئلة مختلفة بقوة أوكي اختار انت وف شوف ألف أخلاص تبه بسرعة فهو أول با تهليلة حلو بس أنا واثق إنك قلت إنها عادلة ألف مالي دخل بسم الله يلا عند من ضيف بداية لا ما هو بعندي رايد لا هادي ما في عين لا والله معلش رايد معلش لا أنا والله معلش والله عندك لا والله بدر تحكم فيها أحمد من ألف من ألف يا أخي مانا تدخل هو اللي قال ألف خلاص انت اختار با هو الألف بس هادي وقا مخص يا أخي خلاص المقطع كله أنا ضيف ما في ضيف طيب كله بين كله بين يا أخي مبداية المقطع وش ميصير بالنص من واحدة كل عدة من واحدة كل عدة يلا عدة ورقة من قص ياس ياس يلا بلا يلا ساد أحمد شي بسيط أحتاج منك شي واحدة لا سؤال رايد ولا سؤال لا لكن إيه أحتاج أنك توري الناس إثباتك أوه شئ لا ما أنا أبدأ كده محد بيجاوب على دي لسه مملوح لا هذا مملوح يا عيان لا تأخذ مقطع لا تأخذ مقطع أوه شئ لا توري الناس بدون الهوية الوطنية توري طالع كده يناس يشوفون هذا أوه شئ والله من ولها كده والله لا لا خلاص خلاص ها انت بجاهل جاهل أسألك بالله أنت دي من أبي سألني ذا واقسم بالله والله أني ما أدي من السؤال هذا فيسألك يا رب الكعب بس أني مطلع هذي لا والله ما ما راح أوريك سرع لا بسم الله الرحمن الرحيم خيش سؤالك ما جدا يعني ما قد تضبطه لا راي أخوال أغلى إعلام سويتها كم فوسها وال والله وال 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 المشكلة مبينة المشكلة إنه أحمد يعرف كل شيء يلا يلا قول خمسين ألف ريال أغلى إعلام سويته خمسين ألف ريال هذا كذب كذب؟ ورب العزة كذب جاوب صدقي يلا جاوب المبلغ كامل ايه واه تعرف المبلغ كامل ايه جاوب المبلغ كامل يلا كذب اقسم بالله أنه كذب ورب المصح لأخرب أم المقدار لا 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 احلف بالله أنك من تقاصدته عشان أنا أتا يلا جاوب لي خبرك يلا جاوبة مئة ألف ريال مئة ألف ريال ايه هذا أكثر لله يعدينهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تمارك الله يزيد من أسفاد الله يا ربي أكري نقطة عندك نقطة رايد صفر أحمد أنا أسأل أشنبه والله يبغى أشنبه كل شخص يسأل الثاني أحمد عندك سؤال رايد أسأل رايد أي سؤال تبغى تعرف أنا مجهز واحد والله يزيد جزيد أصرات محدة يناظر من اللخم أرقامتي حقيقية بجيني طلع رقم جوالك للنص يا ربي طلع طلع والله طلع طلع وقف خلاص لا خلاص لا هذا أسهل سؤال لحد الناس أي أبغى أبحط ذاك الثاني لا بطالب بحط رقم بحط رقم خلي متابعينك متابعيني طيب طيب تذكر لك بتغير رقم جوال كل المعلومات اللي عندك اللي في جوالك والناس اللي بسدلين بتطرد تنقله مرة ثانية في جوال جديد وكل شيء عندك في رقمك كديم تنقله مرة ثانية فطلع رقم جوالك أو أه أتركه جاء الله صحر خلنا تعادع عشان يسرح الناس شوية رايد خلنا تعادع يا الله سهل سهل الرقم يا رايد ترى أدفع شيء ممكن يجيك توقع يا رايد يا رايد أتكلم أتحمل زار يجي صبر خمسة أربعة دقيقة 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 الله يعز زردك يا قطر الله يعز زردك يا قطر والله يبينفك استمر زيد تفوق خليفة من قطر ما يحتاج أي دوناش يجينا عالطول أعرفنا صاحبة قطر ما يحتاج تقول من قطر خيركم سابق ورب الكعبة يا خليفة بيض الله وجك والله يعوض عليك ويرزقكم من الله سعفضل وقول أمين صبر خمسة ثلاثة لا أربعة شلون صبر كمسة ثلاثة قمى في CSS جالس لا جالس خمسة ليس ثلاثة 1 2 2 ثاني نقطة اعلى مبلغ طلعت من كود ES 6 Pulpar اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو من SXB كم؟ كم؟ أخلص أخلص وال وال يا عيال والله والله أعلى أعلى شيء طلعت من SXB كم؟ بس اختصر لي أحمد كم كم؟ إعلان إعلان دقيقة حقين اليوتيوب نعتذر منكم بس حقين توجههم إعلان عطونا بس عشر ثواني خلص الإعلان عندهم والله الأسئلة يا جماعة والله يا الأسئلة يا جماعة يا أنا خفت أنا والله العظيم أني خفت عشر دقائق راح أديك أنها دقيقة خلص أعلى شيء طلعت من SXB كم؟ بس اختصر لي أحمد كم كم؟ كم كم؟ طيب سؤال أقدر أقلب اللتيجة لو أني سحبت في عندكم سابع فقرات ما أقدر أقوله والله ما تقدر؟ ياس 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 والله رب الميت بإذن الله والله ما لي دخل؟ ممنوع أقول طيب لا لا معلش يجيني أول شي رقم الهوية لا بأتكلم طلع بياناتي أنا للناس مدري بكرة واحد يشي يسوي فينا رقم دوالك تغيرها يعني تبغاني أوصل لمرحلة هذه رايد ما عندي مشكلة خلص بس ما أقسم بلا لوصل لمرحلة السؤال عندك هين أحمد قدرت أكفر يرحم أمك أحمد أحتاج منك تفتح قناتك وتورين أرباحك الحالية يا عيال ليه كل فلوش ممنوع والله ما قدر أطلع ما عليش أحمد سألت عن الإعلان جاوك لا 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 بطلع 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 والله وبحط سؤالك يا رايد بطلع بطلع أول شي أنا بشوف شخصا والله شخصا وش سألك السؤال هو هل مقاطعكم يا رايد تفتح قناتك وارين أرباحك الحالية الحالية يا رايد يا رايد طيب بقول المبلغ بقول المبلغ طيب أرباح أحمد آخر 28 يوم من قناته في اليوتيوب من تصويرنا المقطع 13 ألف دولار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الله يزيده ويفتح عليه من واسع فضله يا رب يستاهله بشايع الله يزيده الله يزيده والله العظيم لا يا عيال عن الإثبات نفس السؤال ولكن عن الجواز ينصر الدين أمك الآن عدن نفس السؤال بس عن إيش؟ أسم بالله يا رجاو نفس السؤال ولكن عن الجواز ينصر الدين أمك الآن عدن الآن عدن صارة كوايت شكرا عن ريساب ثلاثة شهور نفس السؤال بس عن الجواز طلع جوازك كده للناس ما رجاو ضل ايه وغلط غلط ممتاز 2-1 2-1 الآن ثلاث سيلة صح؟ ثلاث سيلة ورب العزة ما أرحمك يا رايد رفضي طلعه ما رحمتني؟ أنا ما رحمتك إيه؟ أحين تبدأ أنا عندك ترحمني بأرحمك ما رح ترحمني ورب البيت ما أرحمك الله هادي التوتر مرة ليش؟ رايد طالع فيني أقسم بالله ما أرحمك رايد أنا ما رحمك طيب في تطبيق على الجوال حملته تطبيق يعني مهوعب ولا 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 هو في ذنب تمام؟ في ذنب؟ ما في ذنب؟ لا والله ما في ذنب ايه ما في ذنب قول لهم اسم التطبيق ايش؟ لا ما في ذنب؟ أصفت أصفت يا رايد تردوك عندك أنت كتابك راك هنا جاوب لا بغاية لا بغاية لا بغاية لا بغاية أبغيتك على رايد لا تقل لي يألمني لا 2-3 مستحيل مستحيل وش التطبيق ذلك لا بيعيب ولا حرام ولا يقدر يقوله تحاول بجاوب اوال طيب أحمد إذا دقيت ما راح أعلمكم يا جماعة وإلا كنتكلم في المقطع أنه أخذ منك مبلغ أخذ أعرف المبلغ أعرف المبلغ جلت تباتك أو مقطع يوتيوب لكن ما أعلمتم كم المبلغ الآن تقول لكم المبلغ مرحب المبلغ بشو ظه المبلغ من أنه أخذ منك اللي إن صحب من شونك إكس بونك ولا رجع له ولا ريال كم السرقة سرقة كم سرقت خوف تدخل في قبائل ماري جول بيكل 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 بس خلي فكري انت بتعرف المبلغ بس ان شاء الله يعني بيرجى شغال الموضوع هذا ان شاء الله شونك اكس بونك انسرق مبلغ كم المبلغ تطيني بابلغ تطالفين سبعمية وثلاثين الف موسيقى الشهاب يسألون الناس تنجلط بالمبالغ دي واضح الآن الفقرة هذي بنبدل الوضع غير كذا ما راح أسأل بالمسارات راح أسأل أسئلة أنا يا بدر أعرفكم أعترض أنا أعترض ليش ليش؟ اشتركوا في القناة موسيقى 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 أبغى مكان سكنك الفعلي مو بالفلة تبور الفعلي الوصف حقه وين موقع بالضبط نحن يوصف بيتنا بالضبط اي حارتكم بالضبط الحي؟ يا عياب لديهم جوالي والحين بيتنا اقلطهم قلطوا عالم بيتنا اي اجمري اي اجمري نايت يا جاوب اترك تبت تقول كله مستحيل بيخاف على هذا مستحيل 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 خدوها مني مستحيل صح؟ اقسم بالله مرة سهل والله سهل؟ لا وين؟ عادي انتقلي السؤال؟ لا ما رح انتقلك يبين اعلم بيتنا حي الكده شارع الكده وش يعني بيدق الباب عليك هو انت بيني اقصر شارع ولا اعلم بيتنا الشارع والحي بالضبط وين بيتكم فيه؟ لا مستحيل طيب ما رح يقول احمد صار عمليين اثنين ها؟ اي اعطني الشوال لا باقي النهايي باقي الجول الاخير عطني احمد انت قبل فترة كنت تتبذ في نون ولاي صح ولا لا كان يجيك راتب شهري منهم ايه؟ كم المبلغ ليش يسني بس فلوس؟ يعني لم تسروني بس فلوس انا؟ هذا السؤال الموجود عادي اقول المبلغ مبلغ عادي اقوله بس اكسم بالله يا بدر اكسم بالله وانا احلف بالله انه ممنوع علي فالعقد اني اذكر المبلغ فاني ذكرته لا لا دقيقة بس دقيقة 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 اشياء غير خارج قدرت ما يقدر والله صادق شفت الحق الهوية وهو ممنوع مفرد ما في شيء خالف القانون اذا جاني السؤال ممنوع كأنك تجبرني اني انا ما اجاوب تبقى تجعبني سؤال اوكي ممكن يضرني بس اني ما توصر منك زي حقة الجوال يعني منطقية تركاز حقة الجوال حق تلك البيت كيف منطقية احمد استهبت البيت واذا جاوبتك يعني اش بيصير كيف اش بيصير اعلم الناس بيتي وينة بالضبط والله والله ان احمد كلام صح ما يبدر اقول الرقام ما يبدر اقول الرقام يا عيال بس اللي بوصل الى الاسئلة اللي قاعد تجيني اسئلة ممنوع اني انا اقولها احمد يعني حق اليوتيوب تدري انه مخالف سؤال اليوتيوب تدري انه مخالف اني يقل لعصائياتي يقول لك فوق اعلى اعلى واقل لا يقول لك الرقام بالضبط اعلى اقل اعلى من كده اقل من كده ولا تقول الرقام بالضبط لا تجاوب راتبك الشهري ها لكل شهر تاخذه لا بيجاوب ما اقدر اقوله والله بدونه خلال نبطه لا 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 ما ياخذ التصال من حقك لا احمد معلك لا يعرف بس قانونيا بسموحه بس اعلى بس والله هذه حنة كده ما انا بشألك انا جاي جانسين من ماني من اعتبت ان اعلى اعلم يعني حتى لو جاوبت من راح افوز ايه تبقى جول اخير اميط اميط ايكسام بالله متفوز لو لو سجي اميط بتسل اَصحبه بوا اضغحي لسنا اعطني سواك طيب أحمد جاهز؟ طيب اسمع اسمع خلنا نتفق اتفاق افصول ايو نتفق اتفاق السؤالي تسألني ايا السؤال اللي انا سألكي اياه والله اتكلام صادق اجاباتها ما تكون ممنوعة يعني فيها مخالفات ايو والله والله ظلم اقسم بالله اقسم برب الكعبة انه ظلم اللي قاعد اصير يعني لو يفوز والله العظيم انه شي جبار والله والله انه ظلم طيب أحمد في شي انتم خبي عن الجمهور بيكمل سنة معاك الان سيارة احمد الجديدة مو بجديدة صالة 8 شهر صراحة لكن ما علم الجمهور ابدا بيكتلي من سياروشي معلمكم قصة للسيارة يا جبعة الخير مرة مررني احمد وانا وناصر وسعد كويس اول ما اشترى السيارة فبعدين واحنا راجعين خلاص منفرضي رجعنا ببيوتنا والمكان اللي خذانا مننا فقام نزلنا واين نزلنا في الشمال عشان اقرب للبلة عشان بيروح للبلة في حال يرجع اليه شرق الرياضي ينزلنا ويروح فقمت انا ايش سويت قلت اقسم بجلال الله احمد اذا ما رجعتنا البيت اني لا اصور ام السيارة وانزلها للعالم وفعلا وانزل تاح او انزل برة بعد ما نزلنا عشان روح نطلب اوبر اخذ مكطع للسيارة دائر مدار وكنت صدق ناوي انزلها والله العظيم اني ناوي انزلها في قناتي بس كذا عشان انزلنا في نص الشارف فلو بعدين انا يقول تاكفة يا زيد اقسم بجلال الله اني ما ابغي العالم تعرفها فانا اعرف قد ايش الاجابة ثقيلة على احمد الحين والله انها ثقيلة على احمد الحين بشكل مرطبيع لاني حلفت مين وكفرت بس عشان السيارة هذي ومع ذلك عيل انا زل وشنوها السيارة اي اقول لك شيء والله اني كنت متوقع في الحلقة اني بانسل السؤال اللي تعلق بالسيارة باقول ورب المصحف لأقول مع ان الشيء هذا انا كنت مانع الجميع منه حتى انا الفتر الاخير بديت خلاص وغيرت افقد للم فدا ما جت منك وفي التحدي ذا والله اني يسوى بس انا بوضح ليش انا ما قلت الشيء هذا مو لاني يا جماعة ما اصحف لا تنسك شارك مقدر مقدر خلال عادة عادة والله صعب وبالعكس يعني انا ودي اني اشارككم هذا الشيء وبرضه في ايه تقول عن المشتر جيم واما بنعمة ربك فحدك يعني هذا شيء ربي انعم علي فيه بس كان مقصدي الوحيدة يا جماعة عشان ضايقة انه احتاج شوية خصوصية بعيدا عن السوشال ميديا فاذا رحت مكان او جيت مكان السيارة اللي عندي سيارة تنعرف ما اخفي وبقول اسمها وبقول نوعها وبقول نوعها بنصور يجي كلاس ادي اتقع عنها الوحيدة في السعودية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا يعيانا تقفى طي الله رائد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك شكرا شكرا اشتركوا في القناة هل تقول ألا ما بتقول رائد بص بعد احتاج وقت والله ولله والله حتاج وقت مات تبقى في وقت لو سمحت مات تبارك مانيش العين راكان وزياد ويزيد فقرات اللجلة يا عيني عراب يا عيني عراب هلأ يا عقص ماء قصة هيزيد وتوضح والله ما شاء الله اتقول له لا والله ما تسه والله ما تسه الشد تترى لا تشه حسنًا، أنا أخذك 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 أنا أخذك مقصد أخذك ورب العز انه هم عليه وعليك خلنا نفتك لانه دخل بسئلة ثانية نفتح اشياء ثانية كفل على هذه يا رايد خل ترك ببسط الناس اسمعني طرى والله الناس بينبسطون بشابك بدون كاب بسطهم رايد والله انه ما يستاهل انه عنا نسولف بشة زيادة خلنا ننهي المقطع لانه تعبت وما اخذ تشيرت عزوز تاك هر رحمي خلني اشيل خلني اشيل خلني اشيل تاك تاك ليس line لا کنينة نحن sees سنحن تاك قموا قم خمني قم خمني والله ياو ياو والله كان يدي بجولات زيادة ياو يا المتعة والله متعة أقسم بالله متعة عليكم السلام ترى اللي بسوير حين شي صعب مرة قسم بالله شي صعب مرة أنا كتمت أنا أجاني خطقان ونكتمت وصدع ماسك كابي وصرت سبع سنين ما شلت كابي سبع سنين أحمد سبع سنين أحمد ما شلت كابي أنا أتكلم أنا صادق وقلتها لك بدون تتسجد شيلة الكابي تريحك من همو تعرفها أنك تمشي وما تأخذ راح تكون تمشي صادق صادق رايد عند عقدة من رأسها مدري ليس الشي يقول الأهم من هذا كله أنه ما في شي تحت شكل السيارة لا تنسى بريكم شكل السيارة بعدين بشوف مقطع رايد هو شي الكاب لازم أشوفه والله ما شفته شلتها هي وطلعتها من أول مقطع أكسب لما ترتاح بعدها وبعدها ألبس الكاب متى ما تري شوفه أحمد تحديتك شوفه جرائد والله رايد متقرو شربني يا رايد شربني أيوة أخو الكرام أيوة السادة إنها لحظة إنها لحظة إنها لحظة إنها لحظة ما تتكرر بيشيله في مقطع أحمد أيوة السادة الكرام أول شي ما أقول أصلوا على نبينا محمد واللي ما أشترك يشترك واللي ما سوى إليك يسوي إليك وقناة رايد تحت بالوسط هذه اللحظة يمو مش واحد والله ما تتكرر وهذه اللحظة ما بقول فيه كل الشخص انتراها أبشر والله رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول مشواه بدون كاب لأول مرة أحمد أكبر يا الله يا الله يا الله أنا آسف على الكت يا جماعة اللي صار لكن فيه سي صار وبقول لكم مرة مهيم لا تخافون الكاب بتشفونه 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 بس ثواني لازم تعرفون ان الشي مهما تخيله بسيط عند رايد اللي بيصير اللي بيصير العائد نمارا بيفرق معه وإحنا أصلا من زمننا بغا يشيله عشان خلاص يأخذ ضراحته بالتصويره وبالطلعه وبالروحه والجاية ولكن ممكن كلامك يفرق مع الشخص مهما كان مزح وجد فأطلب منكم طلب وأنا أصرت على رايد أن يسوي هذا الشي يا جوا ما تعرفون كيف كان ينجن يا جماعة في G8 يوم كنا في البوليباردي إذا جاء أحد بس قرب من الكاب يبغي المسل إنجن رايد إنجن من كثر من الموضوع كبير عنده كان يعني هو حاجة نفسية يعني فالموضوع مهم مرة عند رايد وما يقدر يشيله طلبت من رايد أن الجزء اللي يكون في كاشف راسه لأن شي هو تعب عليه ما يكون عندي أنا يكون عنده فأتمنى يا جماعة الخير إذا رحتوا تشوفون المقطع عند المقطع بينزله الساعة ستة بالضرب يعني بعد المقطع هذا بأربع ساعات بيكون المقطع جاهز بقناة الساعة ستة بالضبط اليوم اللي هو الأربع وبحط لكم رابط قناة تحت أبي منكم طلب يا جماعة أبيكم تاكفون بلكم تاكفون الله يعز أرضك نبي قصص تاكفاء من عيون الكنتين بأن أزل لكم قصص أدريني ما حتى توصيكم ومستحين نتقصرون تأكدينكم جاهزين ساعة ستة بقناة لا تحلمون من دعمكم يا جماعة ما بقى لشي برضو على المليون خلنا نفرحه أتمنى أن المقطع استمتعتوا فيه وأعتذر على القطعة لكن والله إني خفت أن يصير حاجة تأثر بشكل سلبي على الفكر اللي حنا كنا بنتطلعها بشكل أفضل ممكن مما صار لأنها اشتدت تسوي الأوضاع وصار الوضع مرة يعني خارج السيطرة واتوقع أن شفتوا أصلا المقطع كيف كانت المجريات عموما أعذر منك لي بخليك تنتظر أربع ساعات ولكن سويت هذا الشي لني والله العظيم أني أبغاه استفيد صلوا على محمد الختام يا أخوان لا تنسونا من لايك والاشتراك رابط قناة رأي تحت شوفوا المقطع ساعي ساعي ساعاته ودعتكم الله واصلوا على مواجهتم السلام عليكم مواجهنا للطيب يا بو شايع مواجهنا للطيب يجماعة متجر باور تلاقون فيها الجميع الجرزيات والهديات وأشياء كثيرة ما ذكرناها لكم يمديك تدخل على المتجر الرابط تحت بالوصف أو يمديك تضغط برضه على الشاشة واللي أهم من كذا كود بي دبل يو آر يمكن تحصل خصم يمكن تحصل عروض ما ندري و أهم شي نبغي نلبس دي بقى